اشتركوا في القناة 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 كيفك مع ثوب الهبة؟ بدونك لابس والله الحمدلله مو بشفاف ساتر هدري حقريت شفاف ذولي بالعيدة كلوها؟ والله كلوها وعرف واحد بعد أكلها من الزميل ايه ليش ما تسمع؟ مش ترد عليهم بالغالب حاولت اني اكلت واجل ما اسمع ما في حل؟ ما في حل والله اني اكل ما اسمع طيب غالب تكون محسود على شيء هذا؟ والله يمكن اني كنت سمين انا صدقوا الله؟ اي والله فجأة فجأة الحمدلله يضيك العمل مستفز مبارك تخيل يقولهم وش السؤال اللي ما تقول أحد يسألكه؟ يقولون كم راتب طب كم راتب؟ ليه كذا ليه مبارك؟ عشان يحسسوا بردة يعني بالبرارة فاديك الرياكشن اديك ردة الفاعل بس هو الفكرة يعني انا ليش ممكن اعرف او ليش اجيني فضول اعرف كم راتب انسان ليش اعرف كم راتبك؟ يعني على فكرة يعني على فكرة يتكلم على موضوع الاسئلة اللي تندرج تحت كم فعلا مزعجة بس بما انك انت تحب اني اسألك كم وزنك؟ كم وزنك؟ هذا السؤال المفضل عندي خصوصا تقول حققت انجاز يعني جدا يعني انا كان وزني 86 والحين وزني 50 تبارك الرحمن والله نسلت وزني كويس فالحين امبسط لما احد يسألني قبل كنت لا ما احب ايو ما شاء الله عليك يعني برافو بس يعني ما تحسي حمثا يقولك شفيك كذا مرة ناحفة لا لا التعبانة انه ما يبان عليه الدرجة حتى في بعض الدكاترة وهم نفسه ما يدروني اهم سوى تكمين خيال دكتور اي اهم سوى تكمين اي اهم سوى تكمين اي اهم سوى تكمين اي اهم سوى تكمين يعني ما ادنا قلت ما شاء الله لقد قلت لا بلا عندك ارادة قوية لا ارادة مين سلمين على الارادة ايو انا بقول ابس تقول ما ألعب رياضة واللحين تقولي نازل ما شو الله تقريبا 30 كيلو ايه تقريبا فبقول ان ما شاء الله يعني عندك ارادة قوية لا لا ارادة مين طلعت الارادة عند الدكتور الله يسلم عينه عموما اني يرجع دائما نقول ان الواحد لازم اراعي الناس بأمانة متى كيف ممكن هما يسألوا كيف ما يسألوا متى يمكن يسألوا انا بأمانة احيان اخجل اخجل اني ارد يعني ما اعرف لو احد تسألني سؤال ضايقني اني اقول له ما لك دخل كيف تردين اي طريقة كده لا بيقى احاول ارد بس بتحفظ عرفتي يعني انا ملامحة مرة معبرة صحيح انا صح كثير انا قد ما حاول اضرب بوتوكس في وجهي عشان ما يكون فيه اي ردة فاعل بس سبحان الله العين تتكلم العين تبين يعني انا سبحان الله زي ما يقولك انه العين هي مرآة الروح تقول كل اللي في الخاطر وجهك يتكلم وهذا دينك انسان صادقة ترفع الوجهه يتكلم وانسان صادقة طيب ما بغى اكون مفتوحة على فكرة في واحدة من الدورات اللي كنت بفكر ان ااخذها كيف يكون وجهك بوكر فيس اوه يعني لدرجة انه اقدر اتحكم ببؤ بؤة عيني بس ما اعتقد ما عادر ان شاء الله اني اقدر ما عادر ان شاء الله اني اقدر يمكن ما عادر بحاول ان ادور على هات الدورة واخذها لانه بصراحة انك تكوني مفضوحة من وجهك فاعرف انه هو زي ما بتقول انه صح من صدق الانسان لكن في نفس الوقت لا عيوب بس اعرف تقرأك يعني بس اجمالا زي ما بقولك انا دائما احاول اركز على نقطة متى اسأل وكيف اسأل للأسف انا من الناس اللي يخجلوا اذا انت سألت سؤال راح اجاوب ربما وجهي يتكلم انه السؤال ضايقني بس راح اجاوب بتحفظ ما راح اقول مالك دخل ما راح اقول مالك علاقة وش دخلك وش عارف اين ما عارف اكون بهذه الطريقة بامانة راح اجاوب مثلا على سبيل المثال احساني كامرات بك راح اقول مثلا في العشرينات في الثلاثينات ما راح اعطي رقم دايريكت بس حاج اعطي انا مثلك تقريبا يا رؤى انا من الناس اللي اخجل بعد ان اقول مثلا مالك دخل ولا لا اوكي اتضايق بس في النهاية الصراحة انا اجاوب يعني ما مقول لا لا بس يضايقني فعلا بعض الاسئلة هذه ويمكن هذه من الاشياء اللي خلتني ابتعد عن بعض المناسبات اللي فيها اسئلة كثير يعني بصراحة الموضوع شوي شائك يا جماعة الله يخليكم ارحمونا من الاشياء يوعد اكتر وقت انكره اكره هالناس اللي تسألني فيه الناس اللي احبهم والله العظيم بكل متابعيني انا بالنسبة لهذه تاج على الراس لكن احيانا انت انساء الاسئلة وين زوجك مات الله يرحموه يعني ليش لازم ادي تفاصيل عرفتي يعني مات من حياتي موش انو مات مات ولا وات ايفر يعني ما اتفاول ما اقول خلاص انسان مفقود مو موجود مو طالع ما يحب يطلع انا مثل في فترة رمضان عشان كنت عند اهلي مختفية ما اصور ما اصور لا امي لا ابوي لا اخواني تفاصيل انا بالنسبة لي الحياة شخصية ما ينفع وينك مختفية عارفة لا لما اتصور على سبيل المثال قبل سنتين غلطت وصورت مع اخويا ما شاء الله زوجك اخويا جماعة يعني في بعض الاشياء مو حلو انو يتم السؤال عنها وبس هذا رأي في الموضوع عموما مشاهدين هذه يمكن واحدة من المهارات اللي احنا لازم نتعلمها ونعرف كيف نتجاوز بعض الاسئلة اللي تكون محرجة ربما السؤال لما يكون مباغت هو اللي ما يديك ردة الفعلة الصحيحة في بعض الاحيان مشاهدين بعض الفاصل اللي راح نناقش المهارات الناعمة ودورها في التوظيف المهني وايضا التطوير الشخصي موسيقى موسيقى